اشتركوا في القناة وعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والواء محمد بن دينا مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة السيدة باتل والوفد البرلماني البريطاني للمشاركة في فعاليات النسخة العشرين من حوار المنامة الفين واربعة وعشرين بحضور وفود تمثل أكثر من ستين دولة وتضم قادة سياسيين وعسكريين وأمنيين وأكاديمين وشخصيات رسمية لبحث تحديات السياسة الخارجية والأمن الأكثر الحاحن في الشرق الأوسط موضحا أن هذا المنتدى الاستراتيجي والدولي يؤكد حرص مملكة البحرين والتزامها بالمساهمة في حفظ الأمن الإلمي والسلم الدوليين انطلاقا من الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والتي تؤكد على تعزيز التعايش السلمي وقيم التسامح والانفتاح لما فيه أمن ومصلحة الجميع وأشار معالي الوزير إلى الزيارة التاريخية التي قام بها مؤخرا حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة ولقاء جلالته مع صاحب الجلالة الملك شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية رئيس الكومنولث منوها معالي إلى أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية خصوصا في ظل ما يشهده العالم عامة والشرق الأوسط خاصة من ظروف ومتغيرات شديدة الخطورة وأتناول معالي وزير الداخلية عددا من القضايا والموضوعات من بينها برامج الأمن المجتمعي والبرامج التأهلية التي يتم تنفيذها كما تطرق معالي إلى الجهود الوطنية الهدفة إلى تعزيز الهوية البحرينية من خلال طرح العديد من المبادرات الهدفة إلى تعزيز الهوية والإعلان عن عقد المؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية بالإضافة إلى تنفيذ جملة من المبادرات تحت مظلة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الموطنة بمشاركة كافة فئات المجتمع وأشهد معالي وزير الداخلية بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والمضي قدما في تعزيزها انطلاقا من الحرص المتبادل على فتح أفاق جديدة من العمل المشترك وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الأمني وعدد من المسائل والموضوعات الأمنية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي